قصتنا النهاردة في الثقة بالنفس بطلها واحد من أهم المخترعين في تاريخ الإنسانية توماس أديسون اللي له العديد من الاختراعات وأهمها طبعا وأشهرها عند الناس هي المصباح الكهربائي أو بالبلد كده اللمبة لكن البطل الحقيقي في زرع الثقة بالنفس في أديسون قبل ما نتكلم عنه هو شخصيا كانت أمه أديسون بيحكي وهو صغير أنه راح لولدته ومعاه جواب من المدرسة ولما سألها فيه إيه يا ماما الجواب ده قلت له حبيبي المدرسة بتقول أن مستواك أعلى من زملائك عشان كده مش هينفع تكمل معاه ومانت محتاج مدرسة أعلى من كده بكتير في حين أن اللي كان مكتوب أنه سمع وتقيل ومستوى أقل من زملائه واستجابته التعلمية ضعيفة جدا لكن ثقة الأم بابنها خلاها ترفع من روحه المعنوية وتحاول معاه بنفسها لحد ما بقى واحد من أهم مخترعي العالم تخيلوا معايا أي أم وأي أب ممكن يتصرف إزاي لو ابنه جايب جواب معاه من المدرسة بيقولوا أنه ضعيف وأقل من زميله ده كان زرع الثقة من والدة أديسون وبسببه بقى أديسون مش بس صاحب اختراع المصباح ده له محاولات أخرى لاختراع المايكروفون وكان صاحب فكرة التليفون مع أنه ما نفذهاش لكن ارتباطه بالمصباح سبب قصة كفاحه الطويلة حوالي 900 فكرة فشلة لحد ما وصل التصور النهائي للمصباح حتى أنه في طرفة بيقول أنا أعرف 999 طريقة لا تؤدي لصنوعة المصباح ومن أجمل المقولات اللي قالها في صدد تقديره ذاته أنه كل شخص بيفكر في تغيير العالم لكن للأسف محدش بيفكر في تغيير نفسه